وأول سؤال وصلنا بيقول لو سمحت عايزة أعرف هل تمويل البنك حرام في حالة أني هاخد الفلوس أسدد بيها ديون علي وشكرا جدا تعالوا نقول إيه تعريف التمويل التمويل هو إعطاء المال لأحد اللي يستثمره في نشاط سواء كان هذا الأحد دوت شخص أو كان مؤسس فالأموال دي اللي أنا بديها الحد بديها الحد عشان يستثمرها ويمول بيها نشاط فده اسمه تمويل آه نعم في الاستلاح الاقتصادي ممكن يكون التمويل أيضا بالقروض ممكن يكون فيه تمويل بالقروض لكن احنا بنتكلم على التمويل الذي هو تمويل الأنشطة التي تدر الربح والدوت اللي موجود فيه أعمال البنوك لكن أنا ممكن كمان أعطي مال لشخص عشان يسد حاجته فيرفع رأس مال شركة مثلا ويكون جزء من رفع رأس مال الشركة إن هو يكون بتسديد ديونه فأنا عايز بس أعرف حاجتين أول حاجة في الدين ده وإحنا عندنا في الفاته حاجة اسمها الاستيفاء فالسؤال ده أتمحتاج استيفاء استيفاء اللي إيه؟ لأن أنا عايز أعرف الديون دي الديون دي هي ديون شركة فأنا أخذ الفلوس عشان نحطها في الشركة فهي بدأت اسمه تمويل لأن أنا بمول الشركة ولا الديون دي ديون شخصية فعايز أعرف درجة الإلحاح في الدين ده يعني لو درجة الإلحاح في الدين ده إلا أنا عتحبس إن أنا في ملاحقة إن أنا في ده فأخذ المال ده عشان أسد الملاحقة دي في الحالتين دول عيكون ده حلال في الحالتين دول عيكون ده حلال الحالة الأولانية عشان دوات هيبقى نوع من أنواع التمويل لو أنا أحطه في الشركة عشان ده ديون على الشركة يبقى دوات برضو جزء من التمويل لو أنا أحطه بقى لا في إن أنا عصدد الدين برضو يبقى دوات نوع من أنواع الضرورات تبويح المحضرات وفي حاجة أسمع إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة يبقى الكلام كده محتاج شوية استيفا عشان نقول الحكم الشرعي في ده هيكون متاجه في أي اتجاه هل هو تمويل ولا هو سداد دين وفي حاجة تنزل منزلة الضرورة احنا محتاجين نعرف ده وفي كل الحالتين هيكون دوات جائز إذا كان في نشاط تجاري وإذا كان في سداد دين شخصي فعايزين نعرف درجة الإلحاح في هذا الدين عشان نفتي في هذه المسألة عشان المسألة تكون واضحة لأن احنا مش هنعود الناس إن هي تفتي نفسها لازم الشخص يحاول دايما إنه يكون سؤاله فيه شيء من التفصيل عشان نجيب عنه لكن بالأساس فيه سؤال أولي فيه سؤال أولي في أول السؤال حكم التمويل التمويل عقد جديد وهو عقد جائز وليس حرام موسيقى